واليوم بعد تكاتف أهالي الموصل وعلى نفقتهم الخاصة تعود الحياة إلى جامع الباشا في منطقة باب السراي في الموصل القديمة حيث أعيد ترميمه بأموال المتبرعين وعمل المتطوعين دعونا نشاهد جامع الباشا الذي أعيد افتاحه مرة أخرى يوم أمس فلنشاهد هذا الصرح هو عبارة عن ثمرة جهود عاملين أثبتوا بأن الموصل يمكن أن تعود أفضل مما كانت قبل وحقيقة المحسن اللي تحرك على هذا المسجد في البداية حرك أبواب الخير في كثير من الناس بدأوا حقيقة يأتون ويقولون متى يكون الموعد مع مسجد أو جامع كبير آخر من جوامع الموصل هدفنا الرئيس وليس إعمار هذه الحجارة وإنما أن يرتفع صوت الأذان مرة ثانية فترجع إلى هذه الأسواق الحياة ويرجع الناس للعمل الموصل تحتاج إلى فرص عمل لا تحتاج إلى استجداء ولا تحتاج إلى أمور أخرى نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الاحتفالية هي انطلاقة وهي بداية موفقة لإعادة الأسواق وإعادة المحلات التجارية إلى هذه المنطقة وبارك الله تعالى فيه